داخل الاتحاد المصري من خلال وظيفته الكلام بقى هنا لعوز عندنا اكتر من قرار عايزين نتكلم فيه وقول لحضراتكم الكواليس اللي وراء هذه القرارات او ايه اللي تقدم النهاردة ومفاجآت النهاردة في دراسة المواضيع الاول هقول لحضراتكم الدفوع اللي دخل بها لاتحاد المصري لكرة القدم في موضوع الاخ المدير التنفيذي السابق لاتحاد المصري لكرة القدم بالرغم من ان اللجنة ما تطرقتش للموضوع هي رفضت الاشكال رفضت التظلم شكلا عشان التظلم ما استوفاش تم دفع مبلغ خمس تلاف جنيه والمفروض ان احد عناصر اللعبة بتدفع خمس تلاف جنيه وهو ليس من احد عناصر اللعبة فهموا الجزئية دي كويس قوي احد عناصر اللعبة اللي هو اللعب او الوكيل اللعبين او اداري او لعب كرة قدم او هم دول العناصر ومتوضحين كويس قوي في لايحة النظام الاساسي لاتحاد المصري كرة القدم احد عناصر اللعبة في لجنة الزلمات تدفع خمس تلاف جنيه الاندية تدفع عشر تلاف جنيه بما انه ليس من احد عناصر اللعبة مدير التنفيذي ليس من احد عناصر اللعبة ده موظف فبالتالي كان المفروض انه يدفع عشر تلاف جنيه طيب لو دفع العشر تلاف جنيه كانت هتنظر الامور ازاي هما يعني اللجنة بحسها القضائي وفكرة عالية جدا لهذه اللجنة بعدت عن أنها تتكلم في الموضوع فخدت من الشكل الأولاني وقفلت على القضية ورفضتها وانتهت القصة وإحنا قلنا في حلقات سابقة أن اللجنة لا يمكنها تقبل هذا الموضوع ومالاش دعوة بالموضوع دوت لأن ده موضوع المحكمة العملية أو أي حاجة في القضاء تتبع الناس عاملة مع بعض علاقة عمل لها أماكن أخرى وليست لجنة التظلمات ليه بقى؟ لأن ليحة لجنة التظلمات لا تنص إطلاقاً على التنظر إلا في المشاكل بين عناصر اللعبة واللواح الرياضية فقط وليست لائحة عمل وليست قانون العمل ولا حاجة لأنها اتخلقت عشان كده عشان تبقى زيها زي المحكمة الرياضية بالزبط ده غير متوفر في الموضوع بتاع التظلم بتاع المدير التنفيذي السابق للاتحاد المصري مش متوفر طيب الاتحاد المصري كان هيقول ايه أو قال ايه في دفوعه لأنه بيقدم الدفوع قبل ما ينظر في الشكل لازم يجهز نفسه في الموضوع الاتحاد المصري قالك اللواح المتعلقة بنشاط اللعبة ومورستها أن البند ستة من لجنة التظلمات بتقول اختصاص اللجنة واحد اللواح المتعلقة بنشاط اللعبة ومورستها وعناصرها وهي مكتوبة بلاقاحة النظام الاساسي ولا يوجد فيها الموظفين او العمام يبقى عناصر اللعبة هم اللي انا قلت الحضراتكم اللاعب الاداري الحكم اللاعب الاداري الحكم الوكيل اللاعبين كل دول عناصر اللعبة طيب الكلام النهاردة اللي كان بيدفع به لاتحاد المصري كرة القدم بيقولك أنه المدير التنفيذي كان يعلم بإقالته لأنه طلع في برامج بعد الإقالة وأقر في هذه البرامج أنه أقيل تمت إقالته وليس اعتذاره دي حاجة المفاجأة بقى اللي عايزة أقولها لحضراتكم أن النهاردة المدير التنفيذي كان بيتقدم بورقة للجنة التظلمات بإقرار من الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم بأنه لم يتقدم بأي اقتراح لمجلس إدارة الاتحاد بإقالة المدير التنفيذي هنا المفاجأة المدوية أنه جاي معه مستند المحامي بتاعه بيتقدم بمستند هو عبارة عن إقرار الكابتن سمير زاهر كاتب إقرار للساد المدير التنفيذي السابق بأنه لم يقترح على مجلس الإدارة أنه يقيل المدير التنفيذي ونسي كابتن سمير زاهر أنه مضى على محضر الاعتذار أو الإقالة ونسي كابتن سمير زاهر أن مجلس الإدارة بالكامل هو اللي له حق تعيين المدير التنفيذي وأن الجمعية العمومية طبقا لللاقاحة هي لها حق تحديد مرتب المدير التنفيذي فتخيلوا إيه اللي بيحصل في الكواليس تخيلوا العلاقات ماشية إزاي تخيلوا أن مجلس إدارة بيتكون من تسع أفراد دخل عليهم ثلاث أفراد جداد كل دول كانوا قاعدين في هذه الجلسة وكل دول اتفقوا على ألا تكون إقالة حفاظا لماء الوجه وتكون اعتذار بعد مفاوضات وبعد أعاد لأن اللي حصل جوه الجلسة هو أن المدير التنفيذي تجاوز وبالتالي رئيس مجلس الإدارة اللي هو كابتن سمير زاهر طلب منه الخروج خارج الجلسة وقال بالحرف الواحد أن خلاص استحالة أنه يستطيع أنه يكمل مشواره بعد هذا التجاوز وبالتالي لابد من إنهاء العلاقة إنهاء العلاقة قاعد اتنين قاعدوا بعد ما نهينا الجلسة أو في خلال واحنا بننهي الجلسة كان الكابت سمير والدكتور كرام كوردي وجم قالوا يا جماعة حفاظا على الإعلاقات نعملها اعتذار كل مجلس الإدارة قاعد وكل مجلس الإدارة أقر ويومها كانت الدكتورة ماجي زعلت في هذه الجلسة وانصرفت عشان ما تشاركش في القرار هذا ما حدث بالفعل فإزاي رئيس الاتحاد السابق لكرة القدم يدي إقرار بهذا الشكل طب إزاي اتحاد كرة القدم عمل إعلام في الغرايد بيطلب فيها مدير تنفيذي بعد كده وعمل لقاءات ومقابلات مع مدير تنفيذي إذا كان المدير التنفيذي لم يقال أو لم يستقل أو لم يعتذر إزاي تم وضع مدير تنفيذي آخر واثنين مديرين تنفيذيين كابتن عزمي مجاهد وبعده اللي أستاذ أنور صالح إزاي خمس شهور مجلس إدارة الاتحاد بيبحث عن مدير تنفيذي كل ده على إن السيد رئيس مجلس إدارة معتبر إن مدير التنفيذي مازال موجود طب على إي أساس خد ورقه ومشي من الاتحاد وخد المستندات وتم تفريغ الأوضة إذا كان هو موجود ترجمة نانسي قنقر